اشتركوا في القناة 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 كامل هذه الزيادات كاملة خسدري على جميع القطاعات لا تعليم ولا الصحة ولا جمع الوزارات الحسن مموش الكاتب العام إلتحاد متقاعدين ومتقاعد التعليم بالمغرب هذا الاتحاد وهو منضوي في إلتحاد عالمي إلتحاد متقاعدين النقابة العالمي إلتحاد متقاعدين وأصحاب المعاشات تابع الـ FSM وهو تنظيم دولي الوحيد الذي ينظمه المتقاعدين المتقاعدة ويدوي الحقوق وأصحاب المعاشات إذن اليوم هذا اليوم الدولي المسنين اختارناه باش يكون يوم للاحتجاج ديال المتقاعد والمتقاعدة ودوي الحقوق نظرا الوضعية ديال التردي ديال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية ديال المتقاعدين إذن هذا اليوم احتجاجي هو باش نوصلوا لمطالب ديالنا الجهات المسؤولة حكومة ومدرأ صناديق وددات الصلة كذلك باش رفعوا الصوت ديالنا من أجل المطالب اللي هي ملحة ومشروعة وعاجلة في ظل تردي العام ديال الوضع الاقتصادي الغالاء اللي تجاوز كل حدود وتضهو ديال الخدمات الصحية ديال العمومية وتفويتها الخواص من قبل الدولة وهذه السياسات ديال تفويت المؤسسات العمومية ومن المرفق العمومية وتسليع الخدمات الصحية والخدمات العمومية ترفضوها رفضا باتا إذا نحنا بإسم بادرنا بدعوات واحد العديد ديال الجمعيات جول الجمعيات ديال المتقاعدين في المغرب باش نشكلوا واحد نسيق وطني ولتأمات هاد الشبكة وشكلوني واحد شبكة المغربية لهيئة المتقاعدين اللي هي النواة اللولة ديال واحد تكتول قوي ديال الجمعيات باش نرفع المطالب ديالنا ضدها التردي وضد المطالب ديالنا من أجل الكرمة العدلة الاجتماعية رفع المعاشات الزيادة في المعاشات وفق ما تتلأم الغلاء المعيشة ضمان المرافق الصحية لنا وولدتنا ونحنا نصممين على النضال والصمود حتى تلبيت المطالب ديالنا العديلة والمشروعة سواء مشتركة أو في أوية شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة